الحمامات العامة التونسية معروفة انها بتتسكن بالليل وخصوصا حمامات الاختسال التركية فتخيل نفسك دخلت مكان زي ده بالليل لوحدك ايه اللي ممكن يحصل اكسب لور ويلا نبدأ حمامات الاختسال التركية دي بيدخلوها الناس جمعات علشان يتونسوا ببعض يعني ويكونوا متطمينين ولكن في ليلة راحت سيدة حمام من الحمامات دي لوحدها فصاحبة الحمام قالت لها بلاش يعني تدخلي في وقت زي ده خصوصا انها تكون لوحدها يعني وكده ولكن الست دي اصرت انها تدخل فبالفعل صاحبة الحمام فتحته والست دخلت وكان كل شيء طبيعي ولكن بعد ساعة بس بدأت الست تصرخ بشكل مرعب فدخلت بسرعة عليها صاحبة الحمام وتزاهلت من شكلها الست دي كانت دخلة شعرها اسود وكانت شابة صغيرة ولكن لما صاحبة الحمام شافتها لقيت شعرها كله بقى ابيض وشكلها بقيت دي اكبر من سنها بكتير جدا وكان اللبس اللي عليها متقطع وجسمها كله خربيش والست دي من وقتها ما بقيتش تقدر تتكلم ابدا والحمام كمان من بعديها اتقفل لان كل الناس حتى اللي كانوا بيدخلوا في جامعات كان بيحصل عليهم هجوم غريب مايعرفوش جاي منين فهل ممكن يجيلك قلب تدخل مكان فعلا زي ده؟